في نواقص على الشعر لما بيكون فيه اي مشاكل بيبقى ليه معيني كتير جدا هنعرف ازاي نحافظ على شعرنا ولو فيه تساقط او فيه علامات بتدل على ده ازاي اقدر اعالجها مع ضفتي اللي منوراني وهي الدكتورة ايا اسبيتان اخي سيئتي عن ايا الشعر والبشرة في مصر وشرق الاوسط اهلا بك اهلا بك نورين اجباني قوي قصة ان شعرك بيقولك المشاكل يعني فعلا دي اكتر حاجة صح ان احنا جلدنا او ضافرنا او بشرتنا او شعرنا بتقولنا ايه النواقص او ايه العلامات او ايه الامراض اللي انت ممكن انت بيدخل عليها وانت شو هذا بيلك كانت لو فيه اي مشاكل في الغدة الدرقية هتلاقي شعرك بيقولك كتير عندك مشاكل مثلا النواقص في الفايترنز اللي في جسمك دي وايه والسي والحاجات من قيمونضادات اكسادة موجودة في جسمك هتلاقي شعرك بيقولك طب عندك سوق تغذية او ما بتكليش كويس هم بتكليش فاكهة او خضار حاجات فيها بروتين كتير هتلاقي شعرك بيوعه ناس زي ما انت قلت نفسيتك ويحش ناس عندها مشاكل او اكتئاب او اي حاجة من حاجات دي تلاقي شعرها بيوعه ومش بس كده يعني مش بس يوع بقى الناس عندك اكتئاب ممكن تخش في حالات نفسية تلاقي شعرها بقى خشابي خدت بالك الفترة الفاتك كان طالع كتير ترند الموضوع دوت او ناس كتير اشتاكت او بدأت تظهر الاعلام تقول ان هي عندها مشاكل في شعرها او شعرها بقى خشابي او ان الشعر بيمسك في نفسه في بعضه كده ويرفض ان هو يعني يتسرح خالص اه اصلا اه فالحالات دي بقى صعبة جدا طبعا ده بسبب الاهمال وبسبب النفسية الوحشة وبسبب ان هي ما بتدورش ان هي تعالج هي بالداري اه يعني شعري بقى حاسن حالته مش حلوة اروح اودي عند الكوافر واعمله حاسنه بيقى احط اكستنشن وهكذا اه فالنهار ده انا معي مجموعة سلة اول حاجة كلها منتجات طبعية كلها مستخلصات بتقنية النانو تقنية النانو ان انا اخدأ اعلى تركيز واكثر استفادة من اقل كمير عارفة يا ايا اكتر حاجة عاجباني في الكورس ايه او ان هو فيه كورس ايه احنا دايما بنمشي في دايرة مغلقة يعني احيانا بيكون شعري بيقع او فيه مشاكل علشان انا اصلا جسمي عنده نواقص يعني فيه مشاكل في جسمي كالسيوم ناقص حاجات كده وناس تانية بيقع علشان انا مش معتنية عليه من برة ففكرة الكورس انه هي بتعالج كل المشاكل زي ما يكون بنحوط الشعراية علشان خاطر لو هنا فيه مشكلة او هنا فيه مشكلة الكورس معنا احنا عايزين نعرف يعني ليه لاني الناس عايزين تقولك ايه هو ليه كورس انا محتاجة حاجة بس اتعالج فعايزين نوضح للناس هو ليه اصلا كورس ماشي هو ليه كورس عشان خاطر زي ما انتي بودلسة بتتكلمي تقولي ان احنا عندي مشاكل داخلية ومشاكل خارجية مشاكل خارجية للشعر حد بيصبح كتير حد عمل بروتين حد ما بيش مهتم بشعره حد الحرارة مؤثرها عليه حد بيستخدم مكونات او سوري بيستخدم منتجات في حاجات كيميكا الكتير فنشفت الشعر او قاعده دي كلها اضرار تعملي تساقط تعملي تلف للشعر ده الخارجي ده الخارجي تب الداخلي والناس هو تغذية حمل رضاعة ولادة نقص تغذية حد عمل عمليات حد عمل مشكلة حد مش مهتم باكله بيبقى انا عندي مشكلة داخلية مشكلة داخلية الماجد بتاع الكورس النهاردة اللي هو المكمل الغذية كلميني عنه مكمل بيكمل لأي نص عندي مشاكل في الحديد فهو في حديد اي حد عنده أناميا شعر وبيقع كثير فهو في حديد اي حد عنده مشاكل في الكالسام زي ما انت قلت فهو في كالسام فيه اوميجا سري واميجا سيكس للناس ان محتاجة ان شعرها يطول وبشرتها تبقى احسن وكمان الزاكرة بتاعتها تبقى احسن دي نجي بقى بقصة الفايتامينز لا هو فيه كل حاجة زي في دي و اي و سي دي الحاجات المسؤولة عن التساقط وبيوتين وكرياتين